أي شركة بتبدأ بيكون عندها خدمة أو منتج بتقدمه للعميل يعني العميل أو الزبون هو عنص الرئيسي من المنظومة بتاعتك لو اهتمت بالعميل بتاعك هتنجح وتكسر الدنيا وتبني سمعة كويسة ولو ما اهتمتش هتفشل وتقع بقول الكلمتين دول ليه؟ علشان بيصعب علي أني أشوف شركات نشأة كتير عندها منتجات كويسة وتلاقيه وقت الاتفاق بيطلع لك من كل حتة لكن بعد الاتفاق تلاقيه فص ملح وداد تدور على خدمة عملة ما تلاقيش تجربة العميل مهمة ولازم تهتم بيها لأن هي دي اللي بتبني سمعتك في السوق اشتغلوا صح وبلاش كسب أهلا بيكم حلقة جديدة من المغامر يلا نروح لأول فقرة معنا النهاردة وهي الأخبار